اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين صباح التفاول صباح الأمل صباح معطر بذكر الله إزايكوا يا أحلى متابعين في الدنيا يا رب تكونوا بخير النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الفين الجميل ده عاش الفينه أو الخبز التحفة ده جميل جدا بمكونات بسيطة جدا جدا وموجودة في كل بيت العاش معنا جميل وطري جدا وقطني كده من جون جميل جدا 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 وتعالوا كده نصلي على الحبيب ونسمي الله ونشوف المكونات بتاعتي مكونات بسيطة جدا وموجودة في كل بيت وهتطلع معاك نتيجة حلوة أوه جبنا بولة زي ما انتو شايفين كده وهننزل عليها بكوباية لبن واحدة الكمية اللي معنا دي هتاخد تلك كوبايات دي إيه لو انت حابة تزودي والضعف الكمية تضعفها بمضعفة المكونات تزودي المكونات بتاعتك حطنا كوباية اللبن وهطنا معلقة خميرة فورية كبيرة أو باكو خميرة زي ما انتو شايفين وحطيت معلقة ونصف سكر وهنسيب الخميرة كده بقى مع نفسها تتفاعل وهو زي ما انتو شايفين حطنا في الطبق التاني تلات كوبايات دي إيه دي متعدد الاستخدام وحطنا نصف معلقة ملح صغيرة وحطنا معلقتين سكر كبار وقلبنا كل المكونات بتاعتنا كده مع بعض وهننزل عليها باللبن هننزل كده واحدة واحدة على اللبن والخميرة الخميرة ما شاء الله عملت وش معانا ايه وفارد ده بمعنى كده ان الخميرة ما شاء الله حلوة هنبدأ ننزل كده واحدة واحدة وندوب الدقيق معانا في العجينة الكمية دي مناسبة جدا للمكونات دي العجينة طلعت كويسة ولا مرقة ولا اي حاجة ضفنا عليها بادة واحدة طبعا مكونات غنية وفاها كل الفوائد للاطفال ما شاء الله جميلة وبتطلع معاك نتيجة حلوة او هنبدأ ناجن العجينة كده زي ما انتم شايفين كل المكونات كده تضب مع بعض وهننزل عليها بحوالي ربع كوباية زيت او سمن انا هنا استخدمت السمن جميلة جدا جدا في المغبوزة تبدأ تعجل العجينة بتاعتك العجينة زي الزبدة يعني ما تقلقش منها ان هي بتلزق او اي حاجة بعد ما تخلصي او شايفين ما شاء الله التلزقة دي جميلة جدا والعجينة زي الزبدة سايحة معاك جدا 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 او ما شاء الله زي ما انتم شايفة هتسيبها بقى لحد ما تخمر انا هنا غطيتها بستريتش وتسيبها بدرجة حرارة الغرف والبيضة اللي حطناها برضو بدرجة حرارة الغرف نحط نغطيها بالستريتش زي ما قلت لكم ونسيبها لحد ما تخمر بدرجة حرارة المطبخ بحيث تحاول تدف العجين لان احنا عارفين ان الجو صعب اليومين دول فمن الصعب شوية ان العجينة بتخمر بتاخد وقت شوية اه وهنا ما شاء الله العجينة بتاعتنا خمرت وتضاعف حجمها نبدأ نخرج الهوى منها كده نخرج كل الهوى من العجينة بتاعتنا ونفردها كده على على الرخامة بتاعتنا او على حسب ما انت بتبططي نفردها عجينتك ونبدأ نقطعها قطع كده كل قطع على حسب القطع بتاعتك يعني على حسب الفنية اللي انت هتعمليها او العش اللي انت هتعمليها تفرد العجينة بتاعتك قطعها باي طريقة انت عايزاها ما ترتبطش باللي انا بديك فكرة بس وانت تنفيز زي ما انت عايز انا بديك الفكرة وانت تنفيز زي ما انت عايز العجينة ما شاء الله صيحة معاك وزي الزبن وهي بالرغم ان هي لينة وطريقة بس ما بتلزقش انا ايدي انضيفها قدامك خلاص اي ما بتلزقش ولا فاق اي حاج قطعنا العجينة معنا كده زي ما انتوا شايفين كل قطع على حسب ما انت عايزة حجم الفينو معاك او حجم العيش معاكي دي كانت طلع كبيرة شوية هاخد منها حتة للقطع اللي باقية دي عشان تبقى معانا حسيد ان هو كبير فبدا اتزغر فيه شوية هنبدأ كده نبطلها مع بعض طبعا مش هتحط اي حاجة هي هتفرد معاك الوحدة جميلة جداً والعجنة زي ما قلتلكم نعمة جداً وتتفرد معك بسرعة انا هنا جبت النشابة بس هرجع سيبها تاني لان فعلاً مش هحتاجها خالص العجنة مش محتاجة هي بتتفرد لوحدها مش محتاجة للنشابة معانا خالص انا بتططها زي ما انتم شايفين كده جبت الطرف ده والطرف التاني كده زي ما انتم شايفين وهبدأ اعكس العجنة يبقى انا بتططها مدورة او مستطيلة وبدأت جبت الطرفين وعجزت العجنة بتططها بايدك مش محتاجة ان الشابة خالص في اي حاج ما شاء الله بتتفرد معاك ولينة معاك جداً وهو تبدأ تليفي كده وتقفلي معانا كده من اطراف ومن فوق تبدأ تضغط عليها كده عشان ما تفكش منك لما تقبل ان احنا لسه هنسيبها تخمر كده او ماشاء الله معاك صانية معاك صاجة التي تستخدمها في الفرن زي ما انت عايزة حطت عليها ورق زبدة وهبدأ اروس فيها العشي اللي معاني او انت بتروسي تسيبي مسافة بين كل قطعة وقطعة بحيث ان هي لسه حجمها هي تضاعف وهو كده ما شاء الله زي منتو شايفين جميل جدا وسبت مسافات بين كل واحدة وواحدة وهنسيبها تخمر وكده ما شاء الله بعد ما حجمها تضاعف وحطها في الفرن في التحت مش تحت قوي يعني ودي النتيجة ما شاء الله في نص التحمر كده طلعت ودي انتهى بيضة زي ما انتو شايفين عشان ناخد اللون جميل جدا اللي احنا عاوزين يارات يا جماعة يعني اما تعمل الخطوة دي تطلعوها بدر شوي ان للأسف اتأخرت عليها شوي فحمرت او لو انت بعد ما تسيبها وتضاعف حجمها تعمل الخطوة دي مش شرطا ما تخش الفرن انا اللي نسيت ونسيتها دي هنا قبل ما تخش الفرن فلو نسيت زي كده طلعها في نص المسافة عشان تاخد اللون اللي انت عاوزها ومشاء الله ده لونها بعد ما خلصت لونها تحفة 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 جميلة جدا مطاري جدا بجد تحفة يارات تجربوه ويعجبكو جدا 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 ومشاء الله زي القطن بالزبط كل اللي طلع معانا حلو جدا 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 شايفين ما شاء الله من جوه قطن جدا ما شاء الله من جوه وطريه جميل جدا 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 شايفين كمية قليلة جدا من اللد ايه عملتلك قطع فينو وفينو ما شاء الله مزي اللي بتشارع يعني فينو ما شاء الله جميل جدا احنا احنا خمس افراد اللي بقامانا الكمية دي كفتنا جدا وتعشنا به بجد حلو جميل جدا وبيشبع وغنو يا ريت يا جماعة ما نساش اشتراك في القناة اشتركوا في القناة